مع اقتراب موعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية وحصولها على القبول الأممي وعلى جميع المستويات تتصاعد حدة لغة جماهير الأحزاب الرافضة لنتائج المعلنة لتبقى علامة الاستفهام حول المشهد السياسي في البلاد أبرز نتائج المرحلة الحالية أحمد ليه معه التفاصيل نتائج انتخابات تشرين وبعد اقتراب موعد المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية حصلت على القبول الأممي من جميع المستويات التي أحيطت بالعملية الانتخابية أبرزها البيئة الأمنية التي توفرت واختلافها عن الدورة الانتخابية السابقة بعدما أقر مجلس الأمن احترافه بالانتخابات وشروعها ومشروعيتها أصبح من اللازم على المحكمة الاتحادية أن تتخذ القرار النهائي والقاطع لحل كل هذه الجدلية وأيضا على الكتر السياسية أن تضحي ولو بجزء هذه الانتخابات كانت جيدة وحصلت على مقبولية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لذلك اليوم علينا أن نبدأ صفحة جديدة وأن نعيد كل الحسابات وأن نقرر ما يرضي الأطراف تصعيد ورفض لنتائج الانتخابات الحالية من قبل جماهير بعض الأحزاب التي لم تتأهل في سباق المنافسة على المقاعد البرلمانية يسود المشهد مطالبات بإعادة إحصاء الأصوات الانتخابية يدويا وإلا سيكون الاعتصام مفتوحا يقول متظاهرون الأشر طمان المدارس تضطيق شكل وبل المفوضية علنة شكل تزوير واضح نطالب المفوضية بإعادة النظر وإعادة العدوى الفرز اليدوي خير هذا ما عندنا تصعيد مستمر واعتصام مفتوح مستمر لحين تحقيق المطالب الفرز اليدوي أول مطالب هذا وأكيد إرجاع الحق إلى أهله اليوم لا يوجد استجابة على قضية الانتخابات والانتخابات هي مزورة حقيقية والنتائج كانت واضحة وبدلائل الاعتراف بنتائج الانتخابات ربما سيفرض قصرا على المشككين بنزاهتها بعدما أعلنت المفوضية عدم وجود الإمكانية القانونية للذهاب باتجاه العد والفرز الشامل لصناديق الاقتراع إشادة أممية حظيت بها نتائج انتخابات تشرين من جانب النزاهة المختلفة وطريقة توزيع الأصوات الانتخابية يقبل هذا الاعتراف احتجاج لبعض الجماهير الرافضة لنتائج الانتخابات كلية مدليث بغداد الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر